الجزء الثالث من الجزء الثالث يعني آخر جزء معنا بقى النهاردة في الحلقة يعني تعتبر الفقرة رقم خمسة هي أو فقرتين يعني قصدي هي لا هو صحي كده صح ولا غلط هل تدريب الطفل ده خامس موضوع هل تدريب الطفل على مهارة التحكم الإرادي في التباول والتبرز ده صح ولا غلط هل تدريب الطفل على مهارة التحكم في التباول والتبرز قبل عمر سنتين صح ولا غلط احنا دايما بناخد صح وغلط فهيئة سؤال الإجابة أن ده غلط ليه؟ لأن عمر سنتين هو الحد الأدنى من العمر لاجتمال نمو العضلات الخاصة بالتحكم وهو الحد الأدنى الخاص بالتطور العقلي اللي بيكون عند الطفل اللي بيمكنه من التحكم في حركة الأمعاء والمثانة الخاصين بعملية الإخراج مع عملية الإخراج خلاص سواء التبول أو التبرز لها أردارات أو لها رسائل بتتبعت للمخ والمخ بيبعت رسائل للمسانة أو بيبعت رسائل للمستقيم عشان عملية الإخراج وهكذا فالده بيحصل ما بين عمر سنتين وثلاثة خلاص وكمان العضلات بتكون مكتملة النمو العضلات اللي هي السفنكترز العضلات القابضة دي أو العاصرة اللي بتساعد على التحكم أصلا بيكتملش نموها بشكل كامل اللي عن سن سنتين وأخيراً كمان عن سن سنتين هو ده الحد الأدنى من عمر أي طفل أنه يستوعب كلامنا لما نيجي نعلمه المعلومات الخاصة بهذه المهارة لأنها في الآخر مهارة والطفل بيتعلمها مرة واحدة في العمر فلازم يتعلمها صح وياخد فيها وقته ويكون جاهز له اتكلمنا النهاردة في حلقة يحكى أنه عن موضوعات كتير اتكلمنا عن الكلام عند الأطفال اتكلمنا عن القيء والترجيع بتفاصيل كتير قوي اتكلمنا في خبر علمي عن التأثير السجائر العابر للأجيال أنه زي اللي بيدخانوا ممكن يضروا أحفادهم مش بس أبنائهم تمام واتكلمنا عن العدس البني وأهميته القصوى للجسم أرجوكم اعملوا عدس للأولاد لأطفال وعودوهم يكلوا عشان ما يطلعوش كده مثلا بيكرهوا حاجة وتكون الحاجة مفيدة جدا زي ما حضراتكم شايفين وأخيرا جاوبنا في صح ولا غلط عن هل التحكم أو التمرين على التحكم الإرادي في تبال وتبرز قبل عمر سنتين صح ولا غلط وقلنا طبعا أنه غلط وقلنا الأسباب